مساء العود وأطيابه لأهل الخير وأحبابه كيف تشوفوه الآن أمامكم هنا هذا نوع من البطاطا اسمها نحن في المغرب بطاطا القصبية وهي تسمى القلقاس هو نوع من الخضروات تشبه البطاطس العادية وعنده فوائد عدة المهم الآن دوزو للوصفة لحم بيبي البصل هذا هو الموجود لو كان لدي أكثر كنت أصبح كثير من هذا الكمية هنا عندي حبتين من الطماطم سوف نضيف مقدار حبة واحدة حتى نرى ما سوف يجب لي الطماطم ولله لأنني محتاجة طماطم أخرى نضيف الآن زيت المائدة أما زيت الزيتون نضيف الزيتون حتى الآخر لما يطيب طاجين سوف نضيف لحم أي لحم ذيك رومي سوف نضيف حيث أن نضيف الزيتة حتى نضيف الزيت المائدة أبدو ان نضيف الزيت نضيف الملح 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 نضيف الخارج نضيف الملح نضيف الملح هذه الملح نضيف ملح نأخذ البطاطة و السكين و نقشر البطاطة نحيط البطاطة العادية نحيط البطاطة نحيط البطاطة نحيط البطاطة ننضم البطاطة نحيط البطاطة نحيط البطاطة وكذلك تنظم معدل سكر في الدم لأنها تحتوي على نشا وبما أنها غنية بالبوتاسيوم تحمي مرتفاع ضغط الدم وهذه البطاطا تحتوي على فيتامينات وعناصر مضادة للأكسادة تمنع كذلك ظهور علامات تقدم في السن هنا كملت تنقياء البطاطيس وهنا الحم ها هو كي بلكم كيتقلة عندي واحد البطاطا هنا عادية أي بطاطر ميتها يدرتها هي هذه اللي كتبها لكم ومن بعد غدي نصوب هاد البطاطا اللي قسمت على جوج في الطاجين كامل نكمل كلامي على البطاطا ومن بين الفيتامينات اللي فيها كين فيتامين آليف با جيم وكذلك المعادن الزنق النرحاس منغانيز كالسيوم حديد سيلينيوم بوتاسيوم والبيتا كاروتين هنا غنضيف الجلبانة حتى نديرها المجمد هكتا كمية لبأسة لها هاد الجلبانة كتجي غزالة مع هاد البطاطا هي حلوة جلبانة حلوة وكذلك البطاطس هاد البطاطس لما كالطيب كتولي تاي حلوة المهم هنا بدرت هاد الشرائح ديل طماطم هنضيرهم هنا ايا كيف قدت لكم انه طماطم كانت عدي قليلة ولكن جابوها ليا واخيرا وصلت نكمل هنا وغندير هاد الطماطم هاد الحبة ديل طماطم لكنت حكيت غنديرها في الواسط هنا ومن بعد غادي نضيف شوية ديل الماء طيب هاكتك تقريبا شي نص كأس نقوله قاعد نص كأس ديل العنباء فاقت لانا نضيف قصبر والمعدنوس هاكده من الفوق وما ننسوش دائما نديرو التوابيل اللي درنا لهكا للحم نديروه كذلك البطاطس من الفوق درت القركم ودرت كذلك شوية شوية البزار وما فيها بس لو عادنا شوية الملحة من الفوق أنا قدرت هنا البزار ونديرو شوية الملحة من الفوق غادي نخلي طاجين يطيب مزيان ولكن يسدوه لو عادوا الطاجين يطيب اي بطاطة كانت فيه خصو يكون محكم مزيان خصو يكون محكم مزيان خصو يكون هدو اللغاقة ديالو تكون كتسد مزيان اضفت زيت الزيتون 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 اشتركوا في القناة مع السلامة